علنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن لقاء جمع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بالمبعوث السويسري الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط رولان تشتينجر في العاصمة القطرية الدوحة بحث اللقاء خلال المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية والتحركات الدولية الأخيرة لحركة حماس استعرض الجانبان وفق بيان للحركة التأثيرات السلبية لقرارات رئيس محمود عباس على سكان قطاع غزة ومآلتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الخدماتية وتعقيدها لأزمة إنسانية في القطاع بدوره أطلع شتينجر قيادة حماس على الجهود التي تبذلها سويسرا لدعم المصالحات الفلسطينية واللقاءات التي عقدها مع مختلف الأطراف الفلسطينية والإقليمية